عودناكم باللقاءات الحصرية مع الفنانين ايبان تيدها لكن هذه فنانة تحبوها بالبزاف اسمها ياسمين عماري بعد الفاصل سنشوفوا حوار اكيد معها في 2023 جديدها وسر هذا اللوك يلا بعد الفاصل ياسمين عماري مساء الخير مساء امور وشراكي لدي غاية عام جديد لوكي جديد يبان عام جديد لوكي جديد بدل لوكي يحبوك بدل لوكي يحبوك ان شاء الله كيني حبني كيني محببني بس عنا لحظة بعلمي اول مره نشوف ياسمين عماري كوبة قصيرة هكذا في حياتي ما قصيت شاريكي من هكا اول مره قصيت شاريك وش سيفا مبالك لا قصيت اهلا تخونتين على شيرين عبدالواهب لا فنانة شوية عندهم شوية لا 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 ان شاء الله انا فنانة معروفة بال بود بايت يعني جسي اغوز الحمد لله لان فعلي شان جاي اشوف مليك صغيرة نحب نقص شعري ونخاف من شعب الكمين كبرت جاي بلس كون فينساو موا جمسودي مام سيساو رابا يطوال شعر ولا نقدر نلساق شعر كينتوجوف حولول نتلاقى باسمين عماري بلما تغنيه جاي بلي مقطع صغير باسكن نحب بزيف هب لا يوجد تغلبها هااااا ديني دونسي لغا أنا تولمان ابو ابو مطلوب صغير في تغلب أشوف جيستر معدل الغنيا بعدما عاوتيها في تقريبا نهاي تاع غني جزايري في اقسانطينة في الزينت لان الموهبة اللية كانت غنات معك عندها صوت لكن هل كان سويفي هل كانت رح تدير لها عمل راكب تابعيها هذه المسؤولة يجب أن تقوزها للشروع ولكنهم الذين يتعلمون معكم وليس معي أنا ولكن سأكون لدي أحيانا لكي تكون لدي أحيانا لكي تكون لدي أحيانا أو في راديو أو شاك فن إسراء 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 البنتي نحبها كثيرا وعلي التالنتيوز من آخر الأخبار وآخر ظهور التي رأيتك أيضا ومع عملاق الكوميديا صلاح وقروت الذي زرته في فرنسا في المستشفى الذي أعالج فيه منذ أكثر من سنتين بعد الضجال قلت أنه لا يمكنك توصلي إليه على غرار فنانات أخرين أحكي أن تذهب سأذهب يقول كيف أشياء في فاري ما زلتش ما ترقب عليها وانا كان خاصة نرقب عليها لأنني أحبه ليس إبوكريزي أو لكي نبين للناس أو لكي نتصور معه لا أنا أحب أن نروح نشوفه هو كشخص لأنني أعلمني بزاف أعطاني يمع دوني بكوة كنفانسة لأنني أبدأت معه التمتيل الأول مرة اللي متلت معه صالح وكت نغلط ونحشم وممي نغلط دايماً كان يقولي معلش فازي ياسمين تتبقى قالني هنا تغلطي عاودة أعلمني أعطاني وحبيته حبيته بزاف صالح كأب كأخ وكأني جاعدنا للدار ثم داخل فيها بشي نشوفها غفل غفل كومليسيتي بناتنا كايد احترام كبير بناتنا لذا الموادر ديشوز سوف تتعلم لذلك نحن نتصف لذلك يجب تغلطي أهم شيء لا تنزل لذلك لا أريد تحديد لذلك لا تنزل يجب أن نتزوج لذلك يجب أن نعرف الآخر لا تتحدث لا تتحدث لا تتعلم قراءة بالذكير لا تنزل هذا الطابع ما هي إن ستلي تفاهم هل نريد لا لن أحب للغناء وصلت ويجب أن تهدري بنتك هل نرى بنتكتعرف آمل كيف تجيبها وكيف تحضرها أرى الزواج يقول فيها سنة الحياة وولدي لا يريح أن يقول لأماما لا تزوج أرى أنه يرى أمه فرحانة لأنه إنه إكليب في المرياج إنه إكليب في الحياة لذلك أرى أنه ليس موضوع كيف تجيب في المستقبل؟ هل سيكون في الفن؟ كيف تجيب الفن على بابك وعلى فاميلتك؟ لا والدي يلعب فيانو يغني يعني فنانة لكن لا يريد أن يحشم لا يستطيع أن يحشم الكاميرا يحشم الكثير لكن يقول لأه يقول لأه كما نتلع مع بابا ألعى 6 سنة بدأت أن أغني مع بابا يقول لأه يقول لأه يقول لأه أرى لا يريد أن يكون فنانة لا يقول لأه كيف تجيب فقط أظن أنه يفعل الكثير اشتركوا في القناة